المرجع الديني السيد المرعشي رحمة الله تعالى عليه الذي توفي قبل سنوات وهو في قم ينقل القضية التالية يقول أنه كان رجل من المتدينين رجل ظاهر الصلاح هناك أفراد ظاهروا الصلاح وهذا المقدار يكفي في إثبات العدالة أن يكون ظاهره طيبا يقول كان يجي إلى الصلاة وإلى المسجد ملتزم وأنا على مرور الأيام وثقت به لأن ما شفت منه شيء كانت هناك أموال لعمل معين لا علينا بذلك العمل أنا كنت أدفع إليه تدريجيا لأن الرجل فقير كان أيضا أدفع إليه هذه الأموال ليقوم بذلك العمل عمل من الأعمال في مرة مثلا ألف تومان في مرة عشرة آلاف تومان في مرة عشرين ألف تومان وكان يأخذ هذه الأموال ويقوم بذلك العمل مرت مدة على هذه الحالح سنوات سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات ولكن إلى متى يستمر الإنسان في هذه الحالح إلى متى يستمر الإنسان وهو ألعوبه بيد الشيطان فعل فيفعل ويقول له لا تفعل فلا يفعل أنت أقوى من الشيطان في يوم من الأيام السيد المرعشي رحمة الله عليه في بيته يأتي هذا الرجل يقول سيدنا أنا عندي كلام خاص وياك في غرفة خاصة ما أريد يكون واحد السيد المرعشي يخلي له الغرفة فضل يقول سيدنا أنا خنتك كيف في لون خنتني هذا هو الواقع أنا خنتك خلال هذه السنوات كيف يقول سيدنا أنا هذه الأموال التي أخذتها من كلها أكلتها ولم أدفعها لذلك المورد المقرر السيد المرعشي يقول قلت للصدق تقول هذا الكلام يقول قلت نعم أنا أكلتها الشيطان قشمرني يقول أنا مهواء يتأثرت قلت أنت ما تستحي أنت الذي ظاهرك الصلاح كيف تخونني مو تخونني تخون الله تخون الرسول تخون الإمام الحجة وأنت تغر الناس بهذا المنظر وتأكل أموال الناس بالباطل كل الشيط هذا الذي حدث الآن ما هو تكليفي أنا الآن نادم على ما مضى ومستعد لكل ما تقول يقول قلت أنه نحسب كل هذه الأموال حسبنا هذه الأموال طلعت كمية كبيرة جدا قلت لأنت يجب أن تدفع هذا المال كله حتى تبرأ ذمتك قلت إذا دفعت هذه الأموال تبرأ ذمتي السيد قال نعم يقول هو حسب طلع مبلغ هائل قلت لكيف تأتي بهذه الأموال قال أنا عندي دكان تدور عليهم عيشتي أنا أروح أبيع هذا الدكان قلت فمن أين تعتاش إذا بعت الدكان قلت رزقي على الله المهم أنا أتخلص من هذا الشيء الذي في رقبتي يقول حقيقة الرجل ذهب وباع دكانه ودكانه صار بقدر ذلك المبلغ تقريبا وجاء إلي وسلم كل المال بعد دكان ما عنده عيش ما عنده يجب أن يذهب ويستجدي ولكن هذه هي الإرادة الشجاعة الإرادة الشجاعة هذا معنا تحت إذا كل نظام حياتك يختل ولكن وللآخرة خير لك من الأولى يقول بقي أياما معدودة وبعد أيام جاء شخص وقال إن الحج الفلاني قد توفي ولكن توفي شنو طاهرا صحيح أنه تلوث ولكن في حالة الوفاة كان طاهرا يقول إحنا ذهبنا وصلينا عليه و أبنا بتجهيزه وتكفينه ودفنه فس حقيقة هذه كلمة ولكن هذه الكلمة تكشف عن موقف عظيم الإنسان حتى إذا اضطر إلى أن يتخلى عن كل حياته عن كل أمواله ولكن يفعل ذلك حتى يلاقي الله سبحانه وتعالى طاهرا مطهرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة